أقصيص أطول من أعمار أبطالها أقصر أقصر أسف أنا فكرت دلوقتي في الطول وفي القصر زي ما كنا بنتكلم معلش فكلمني شوية عن الفكرة كلمني شوية عن الموضوع كلمني شوية عن أي نوع الفنتازيا اللي حدرتك طرحته أنا لاحظت أنه دايما الفنتازيا بتروح أكتر للروايات الكبيرة يعني دايما يقول لك رواية كذا فقلت طب ليه ما جربهاش في أصغر شكل ممكن من القصة اللي هي فلاش فيكشن أو ميكرو فيكشن قصة قصيرة جداً الوامضة يعني أنا عندي قصص في المجموعة سطر أو سطرين أو خمس سطور ولذلك هذه المجموعة هي 125 قصة في 125 صفح قلت خلاص أنا هجرب الفنتازيا في نصوص قصيرة جداً ومركزة كان عندي هدف أن أنا أقول من العنوان حتى بتاع الكتاب ما تيجي نشوف الحيوات حيوات الناس وهي مضغوطة جداً لدرجة أنك ممكن تقرأ قصة شخص من ميلاده للموته في سطر أو في خمس سطور لأنه في الحقيقة العمر فعلاً لحظة أو أحياناً زي ما أنت ممكن تكتب عمر إنسان في 100 صفحة أو في 200 أو في 500 ممكن تكتبه في سطر والمجموعة كلها أيمة على الفنتازيا الفنتازيا علشان برضو رجوعاً لأسئلة الواقع أسئلة الحياة أسئلة الموت أسئلة الخلود أسئلة أسئلة الحرب السلم كل الأسئلة الإنسانية بقيت أخذها بقلب يعني بقلب الآية يعني مثلاً عندي مثلاً قصة شخصة ولد أعمى واكتشف بالتدريج أنه بيسترد بصره هنا احنا بنعكس الفنتازيا هنا بتيجي من المعنى المعكوس أيوه احنا بنتولد بنشوف وممكن بعد شوية نكتشف أن بصرنا بيشح لا أنا ممكن أعكس أخلي الإنسان كأنه يولد أعمى وبعد شوية بيبدأ يسترد بصره فبيترعب لأنه مش عارف هيواجه الدنيا إزاي لو شاف وهكذا هنا الفنتازيا بتعكس معاني في الواقع بس علشان تأكد على مخاوف الإنسان هل ده معناه إنه الكاتب أو الكتاب المتخصصين في الفنتازيا لازم يكونوا درسين تراس لازم يكونوا قريين أوي عارفين أوي في الموروث الشعبي في حياتنا أو طبعا في إطار اللي هما بيكتبوا فيه يعني أو على حسب المجتمع اللي بيعرضوا عليه العمل ده أنا بشكرك على السؤال ده بزي بسراحة سؤال مهم جدا 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 لأنه في ناس معتقدة إنك لما تكتب فنتازيا يعني أنت بتغمط كده وتسيب نفسك فكل ما يعن لك بتكتب بالعكس فنتازيا محتاجة دراسة حقيقية للثقافة اللي أنت بتنتميلها يعني أنا ككاتب مصري أنا مش هروح أكتب سراع العروش وهي أعمل فنتازي غربي مش هروح أكتب هاري بوتر وهي أعمل فنتازي غربي طبعا إيه اللي هيخليني أكتب عمل لعلاقة بثقافتي بسؤالي بخصوصيتي إن أنا أكون ملم جيدا جدا بتراثي وبموروثي سواء المكتوب زي ألف ليلة وليلة أو كليلة ودمنا أو 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 الشفهي المتوارث اللي كانت بتحكيه الجدات الثقافة الجمعية أيوة أيوة لأن الثقافة الجمعية بتاعتنا كلها أي مع الخرافي والعجائبي والفنتازي لو أنت قادر تدرس ده بشكل حقيقي هتبقى درست المجتمع هتبقى درست الوعي الجمعي للجماعة البشرية اللي أنت بتنتملها هتقدر تخرج منه أسئلة لما أنت تعبر عنها في أدبك تبقى بتعبر عن وقعك وعن ثقافتك وعن سؤالك وحتبقى كمان بتعمل أهم حاجة اللي بنسمع عنها كتير وليلين اللي بيعملوها اللي يقولك أين التراث من الأدب الحديث التراث هو هنا أنك إزاي تبص لهذا التراث وتجادله لتصنع عملا جديدا ومعاصرا لكنه ليس منبتا عن الموروث اللي أنت مستند إليه صحيح طبعا أنا أوافقك على كل الكلام ده